ترجمة نانسي قنقر عديد المراحل مرت بها مملكة البحرين واستطاعت مواجهتها بكل قوة وتصميم وتمكنت من إدارتها بشكل حكيم وسجلت قصص نجاح حول تغلب على فيروس كورونا وكان دور المواطن والمقيم مشرفا في تحقيق ذلك النجاح جهود العاملين الصحيين في الصفوف الأمامية ومن يدعمهم من الجهات المساندة الأخرى كانت واضحة وجلية ودافعهم لتقديم المزيد من الجهد والعطاء خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين وبالأخص خلال الفترة الحالية من الجائحة التي تمر بها مملكة البحرين والعالم أجمع وتلعب الكوادر الطبية دورا هاما في تصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 في المواقع المختلفة مثل المنافذ الجوية والبرية ومركز الفحص الوطني والفحوصات العشوائية ومراكز تقييم الحالات ومتابعتها وخدمات التطعيم وغيرها وذلك في ضوء الاحتياج للكوادر الصحية المؤهلة مع الحفاظ على الخدمات الأساسية للرعاية الصحية الأولية بالمراكز الصحية بل الابتكار في ظل الجائحة لتيسير الحصول على الخدمات الصحية من خلال التطبيب عن بعد والعلاج الطبيعي عن بعد وخدمة توصيل الأدوية والوحدات المتنقلة للفحص والتطعيم بدورها جددت وزارة الصحة دعوتها للمواطنين والمقيمين بتقيد بالإجراءات الاحترازية في هذه المرحلة الهامة من مراحل التعامل مع الفيروس بالتزامن مع تواصل الحملة الوطنية للتطعيم في ظل إقرار مملكة البحرين استخدام ثلاثة لقاحات آمنة وفعالة لتعزيز الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا وتتطلب هذه المرحلة الهامة من مراحل التعامل مع فيروس كورونا مواصلة الالتزام بكافة الإرشادات الوقائية بحذر من أجل الحد من انتشار الفيروس وإدراك أهمية أخذ الموضوع بجدية بالغة وعدم التهاون في كل ما يتعلق بالصحة والسلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر